على كل فراث رابنا يتساقط رجال الشرعية واحدا تلو الآخر وكأن هذه الحربة مصممة للقضاء عليهم أولا وفاة اللواء محمد طماح رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية بعد إصابته في حادثة العند قبل يومين أثار الكثير من التساؤلات ليستعيد البعض الحديثة عن عمليات أودت بقيادات عسكرية كبيرة في وقت سابق بعضها لا يزال غامضا ويحتاج إلى تفسير بحسب بعض المصادر فإن الرجل لم يتلقى العناية الطبية اللازمة لرجل من قيادات الصف الأول في الجيش الوطني وسيقت اتهامات للرئاسة والتحالف بالإهمال الأمر الذي يضع تساؤلات مفتوحة من المستفيد من رحيل الرجل عملية قاعدة العند أكدت استمرار السهداف رجال هادي المقربين لكن المشهد بدى وكأن هادي يقمل دائما ما يريده خصومه من خلال الإهمال وعدم الاكتراث وتركهم يواجهون مصيرهم فهل أصبحت الشرعية تأكل أبنائها؟ طريقة تعامل هادي مع مؤسسات الدولة وقياداتها تنبئ بأن الأزمة لن تنتهي قريبا وأن الميليشيات الحاكمة في صنعاء وعدن سيكون وضعها مستتبا إلى حد كبير فالرجل رضى بدور أقل من دور رئيس لجمهورية في حالة حرب تاركا البلد لأبو ضبي والرياض تنفدان فيها أطماعهما دون أي مقاومة علاوة على الخصم الأول ميليشيا الحوثي تنساب البلاد من بين أيدي اليمنيين ويظهر هادي كما أنه أكثر من يخدم الانقلابيين بسوء إدارته وارتهانه الكامل للتحالف فهل لهذا المشهد من أفق يتساءل اليمنيون؟